سؤال او يغوز ترشيخهم للكهنوف مرة اخرى الكهنوف من الاسرار التي لا تعاد يعني يرجع عليه الانسان بدون ما يعاد يعاد كل حاجة كل خطية ممكن انها تخفر بالتوبة اذا كان التوبة حقيقية واذا كان فيها معالجة الاخطاء اللي الانسان واقع فيها وطبعا كل حالة من الحلال دي ينظر اليها كحالة فردية وليس كقاعد عامة فيه كان يجرد من الكهنوت ولكنه لا يجرد من الشر الذي فيه يبرد من الكهنوت والشرب جواه فده هيعفى عامه زايد وتغفر له خطاياه الزايدة لما كانش يستاهل الكهنوت والأسل وفيه انسان بينسحق فاعدا ويتوب والأمر دي مسألة ناسبية بالنسبة لكل شخص لكن انا بشوف كثير من الكهنة الذين جردوا بيصعوا وراء خطايا جديدة الله يعلم زي اللي يحقوا للضم الى هيئات اخرى لكي يمارسوا فيها الكهنوت ترجمة نانسي قنقر